اهلا بكم من جديد في برنامج من لندن وفي العنوين هيئة الرقابة الصحية تحذر من التسونامي في نقص الاحتياجات الطباء الاسرة يهددون بالاضراب كرد على وزير الصحة وقاتل النأب امس يخطط لجريمته على مداري عامين كاملين هيئة الرقابة الصحية تحذر من التسونامي في نقص الاحتياجات عنوان تصدر الصفحة الاولى لجريدة الانديبندنت اليوم الصحيفة تقول ان هيئة الرقابة الصحية في بريطانيا تحذر من ان نظام الرعاية الصحية المعروف بنظام ان اتش اس في انجلترا سيواجه تسونامي من نقص الاحتياجات والمستلزمات بحسب الصحيفة تخالف الهيئة الرقابية تصريحات الحكومة التي تقول ان المستشفيات اليوم قادرة على التعامل مع ارتفاع هائل في الطلب على الخدمات الطبية نقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الجودة في ارعاية طبية ان العديد من الخدمات كانت بكامل طاقتها الاستعابية بعضها كان يفق ذلك وحتى المشاكل التي كان من الممكن تقليديا تحويلها الى المستشفيات لم تعد متاحة من لندن الدكتور عمار الخميسي الباحث في مجال الصحة والفيروسات اهلا بك دكتور عمار بداية بين تحذير هيئة الرقابة الصحية في بريطانيا من تسونامي في الاحتياجات ونقص في المستلزمات الطبية ونفي وزارة الصحة بل على العكس من ذلك وزارة الصحة تقول ربما لدينا الفأض ما هي حقيقة الموقف؟ سعر الخير والتحياتي لكم لأسف الشديد بريطانيا تعاملت منذ اليوم الاول مع كوفيد 19 بشكل سيء جدا العام الماضي وهذه السنة خصوصا بعد رفع كل الاجراءات الاحترازية لبس الكمامة التباعد وغيرها فقط توزيع اللقاحات بالنسبة 90% على المجتمع البريطاني مع الموجة الرابعة الجديدة خصوصا خلفها سلالة جديدة اللي هي الAY42 بدت أرقام الإصابات بارتفاع كبير جدا وكذلك دعنا نشوف الوفيات هناك ارتفاع أيضا كذلك الإصابات وحتى جزء من الوفيات دعنا نصيب الناس اللي ماخذين جرعتين من اللقاح فبالتالي دعنا نشوف الآن ارتفاع حائل جدا في أعداد المصابين وحاجة المصابين لدخول المستشفى احنا في بريطانيا عندنا باليوم ألف مريض يدخل المستشفى بالكوفيد 19 فبدت المستشفيات جميع المدراء جميع مدراء المستشفيات رئيسة الكلية الملكية للطبط طوارئ كاثرين هندرسون وجميع المدراء المتخصصين في وزارة الصحة أكدوا أن المستشفيات وصلت للطاقة القصوى نشوف الآن في بريطانيا في عموم بريطانيا أن المريض يبقى بسيارة الإسعاف أربع إلى خمس ساعات بسيارة الإسعاف لحين وجود سرير فارغ إليه وحتى لو وجود سرير ليس هناك تمريض كافي لطباء عددهم غير كافي وكذلك قدرتهم على ولكن هل هذا ضعف مفاجئ دكتور عمار يتعلق بأزمة فيروس كورونا في خلال العام ونصف المنصر أم هي مسألة تتعلق ببنية النظام الصحي البريطاني كنا نسمع عن تأخر سيارات الإسعاف حتى قبل كورونا لمدة تزيد عن عشر ساعات المشاكل بيضام الصحي في بريطانيا كثيرة وقديمة جدا تعود إلى آخر عشر خمسطعة سنة هذا ليس شيء جديد ولكن وجود العقلية السياسية الغير صحيحة في قيادة الدولة برئاسة الوزراء والحكومة عددنا اللي هم تركوا وزارة الصحة والطباء في مواجهة المرض والمرضى في مواجهة الوباء والمرضى تركوهم محتهم تصريحات غريبة من رئيس وزراءنا تصريحات أغرب من وزارة الصحة كذلك المجتمع غير متعاون لا مع الحكومة ولا مع وزارة الصحة فبدأ نشوف عندنا انهيار تقريبي تقريبا أنا أتكلم عن 20-30% من انهيار المنظومة الصحية ولكن بقائنا بهذا الشكل بعد شهر أو شهرين رح نشوف ما شهدناه العام الماضي أو بداية هذه السنة من تقريبا انهيار المنظومة الصحية في بريطانيا الجميع يحاولون مع الحكومة أن تتجهل الخطة بي أو الخطة سي مباشرة ولكن ربما التقارير تثبت دكتور عمار أن بريطانيا هي على المستوى الأول حول العالم من قامت بتلقيح ما يزيد عن 90% من مواطنيها بجرعاتين كاملتين من لقاح فيروس كورونا أين التقصير مثل ما تفضلت حضرتك تم تسويق تم تسويق من وزارة الصحة من رئيس وزراء تم تسويق فكرة أن اللقاحات هي الحل هي الحل الوحيد اتلقح وانطلق بحياتك للأسف الشديد اللقاح 50% فقط 50% الثانية أنه انضعف الفيروس عن طريق البقاء لبس الكمامة والقليل من التباعد الاجتماعي تم إعلان نصر وهمي من قبل حكومة البريطانية شهر السابع المضى نصر وهمي على الفيروس والكل يعلم أنه مجرد دخول الشتاء في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي عودت موسم الفلاونزة وكذلك حاجة المرضى محتاجين عمليات محتاجين أمور كثيرة جدا لا تستطيع المستشفات والكوادر الطبية في بريطانيا مواجهة كل هذا مرة واحدة للأسف الشديد ليس هناك أي دعم حكومي وليس هناك أي تعامل المجتمع جيد نعم نتابع في صحيفة الجارديون تبقى معنا دكتور عمار حيث نشرت صحيفة الجارديون تقريرا تحت عنوان أطباء الأسرة يهددون بالإضراب كرد على وزير الصحة الصحيفة تقول أن الأطباء في عيادات الأسرة أو ما يعرف بألجبيز سيقومون بإضراب ردا على قرار وزير الصحة سازد جويد بإعادة المعاينات المباشرة للمرضى في العيادات بحسب الصحيفة صوتت جمعية أطباء الأسرة في بريطانيا بالإجماع على رفض قرار الوزير كما قررت اللجنة التصويت على إضراب عام يشمل 6600 عيادة كرد على هذا القرار ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الجمعية إن جميع الجهود لإقناع الحكومة بخطة عملية بهذا الشأن باءت بالفشل ولذلك لم يكن أمام الجمعية إلا رفض قرار الوزير والتخطيط للقيام بهذا الأضراب أعود لك دكتور عمار إذن ما نشرته ألا للغارديان بداية أسباب هذا الرفض الواسع من الأطباء العامين أطباء الأسرة والعيادات هل هي المخاوفة فعلا من فيروس كورونا أم ربما المسألة السمراء هؤلاء الأطباء المعينة عن بعد ما وجهت الاعتراض حقيقة هذا وجه آخر أيضا لصعوبة مواجهة الكوفيد 19 وعدم قدرة النظام الصحي في تحمل جميع الأعباء الموجودة بالوقت الحاضر خصوصا في فصل الشتاء منذ العام الماضي بداية الكوفيد 19 بدأت أطباء الأسرة تقريبا هناك 6600 عيادة استعمال التليفون الهاتف أو الصورة أي أنت تأخذ صورة يبعط لك عن طريق عيادة أو وتأخذ صورة إلى مثلا عندك مشكلة بعينك أو مشكلة مثلا أي شيء آخر تأخذ له صورة وتبعت له أي يعتمده طباء الأسرة على التليفون والصورة فقط في معالجة المرضى عموما يعني ونظام الصحي هنا في بيطانيا شوية معقد يعتمد على طبيب الأسرة بعد ذلك تتحول إلى مستشفى فسهله العملية على طباء لأنه تم تعرض طباء إلى وفيات وإصابات كبيرة جدا منظومة صحية كانت صعبة فلذلك تشوي إلى هذا الأسلوب للأسف الشديد هذه السنة استمروا نفس الطباء عن نفس الأسلوب فبدأت الدولة بالضغط عليهم أنه يجب أن يشوفون المراجعيكم أو مرضاكم وجهة لوجه أعطوهم 250 مليون باور إلى أطباء الأسرة ولكن للأسف الشديد استمروا الأطباء الأسرة عن نفس المنظومة التي هي أتصل بي بالتليفون وبعث لي صورة أشوف الحاجة إلا الحاجة أنا أمام التهديد بالأضراب دكتور عمار يعني ما هي الخيارات أمام الحكومة الحقيقة لم يتم تصويت حاليا على الأضراب ولكن رأي تم تصويت قريبا جدا هناك توقع كبير أنه لطباء الأسرة يسوون أضراب كم يوم هذه رأي سبب مشاكل كبيرة للمنظومة الصحية في بيطانيا والحكومة وحتى المجتمع نحن لا نعرف آثار الجانبية كيف سيحدث ولا نعرف كيف الحكومة ستتعامل بس استخدمت الحكومة عن طريق وزير الصحة أن أي طبيب يرفض يرفض مشاهدة أو معالجة مرضى وجه الذي وجهه نحن سنسميه ونعريه عن طريق تسميته بالصحافة لذلك واجه وزير الصحة أو المشكلة مع طباء نعم أمام هذا التصعيد الدراماتيكي نوعا ما بين وزارة الصحة من جهة والأطباء من جهة أخرى عمليا كيف يمكن إيجاد خطة ربما تجلب تحسن فوري في نظام الرعاية الصحية طويلة للأطباء والمرضى على حد سواء هناك دراسات كبيرة جدا آخر خمس سنين سبع سنين في تطوير منظومة الصحية في بريطانيا تقليل العمل الإدارية تقليل إدارية تقليل عمل الأوراق الاعتماد أكثر على طباء الأسرة ليس الاعتماد على الطوارئ والمستشفات في شكل مباشر لأسف الشديد هاي النظام الجديد أو الإدارة الجديدة توقفت قليلا مع الكوفيد-19 لأن الكوفيد-19 تم نصف قسم كوفيد-19 في المستشفى لازم تفرغ أجزاء كبيرة من المستشفى فبالتالي عدم وجود أسرة كفاية عدم وجود الطباء الطباء يتعرضون إلى إصابات مستمرة يأما هو انصاب أو واحد بالأسرة عنده انصاب فبالتالي لازم 14 يوم أو 10 يوم أيضا ينحجر بالبيت وهكذا في المنظومة الصحية سيئة جد نحن بحاجة إلى خطة B أو الخطة C مباشرة في بريطانيا اللي هو العودة إلى الإجراءات الاحترازية وبعض الأغلاق هاي الشهرين وإلا إحنا خلال شهرين ثلاثة بريطانيا الآن بؤرة الوباء في أوروبا بريطانيا بؤرة الوباء ونشر السلالات والتحورات الجديدة بالكوفيد 19 عزيزي للأسف الشديد الحكومة ضعيفة جدا متأخرة غير ملتزمة في عالم آخر في مواجهة الكوفيد 19 نعم الدكتور عمار الخميسي الباحث المتخصص في الفيروسات كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك برنامج من لندن متواصل معكم مشاهدين وفيه بعد الفاصل وزراء الحكومة يفشلون في اعتماد مضخات الحرارة أهلا بكم من جديد نشرت صحيفة الديلي ميل تقريرا تحت عنوان قاتل النائب إمس خطط لجريمته على مدار عامين تقول الصحيفة أن البريطانية من أصل صومالي علي الحرب والمتهم بقتل النائب المحافظ ديفيد إمس اعترف للمحكمة أنه خطط لجريمته على مدار عامين كاملين وفقا للصحيفة فأن الحرب في اعترافاته يقول أنه ينتمي إلى تنظيم داعش وهو يخطط لاستهداف ساسة في البلاد منذ مايو عام 2019 قبل أن يطعن النائب إمس حتى الموت قبل أسبوع تضح الصحيفة أن الحرب المتهم بجريمة إرهابية قد اختار النائب إمس لأنه أيد الغارات الجوية للتحالف الدولي على داعش في سوريا وقد أجرى عمليات مراقبة ومتابعة دقيقة لحياة النائب قبل الأقدام على قتله من لندن الكاتب الصحفي عادل دروي شهلا بك أستاذ عادل على شاشة الغد من جديد إذن مرتبط بتنظيم داعش بدأ التحضير لارتكاب جريمته أو جرائم أخرى خطط لها منذ العام 2019 أين هي أعين الجهاز الاستخبارات والأمن في بريطانيا أي فشل نحن أمامه بالضبط هو التحقيق في الريبرتاج الذي بديه الإيميل هو جوز من عدة تحقيقات في الصحافة ونرى في المستقبل القريب عدة برامج طبعا كما تعلم أن تكون قضية منظورة أمام المحكمة هنا حسب التعليمات الصحفيين أنت طبعا مقيد في التفاصيل بالمسموح بما لا يؤثر على سير القضية لكن كما يقول المسأل الإنجليزي وهبين هنا قبل يعني نحن نعيد زيارة مسألة ذنها من قبل سواء الشاب الذي فقر نفسه وعمل القتل في أريانا جراندي كونسرت الذي كان في مانشستر سواء الرجل الذي موت الناس على كوبري لندن كلهم إما كانوا معرفين المخابرات إما كان فيه تقارير عنهم اتنين منهم أحيلوا إلى أو ثلاثة من الجرائم من الستة التي تحببني في الذهن فيها اللي برنامج اسمه يعني ده مفروض إعادة تأهيل الناس اللي هما نشعوا بريطانيا لأنه بريطانيا كنسية الشاب على الحرب وأنه هما تأخذوا أفكار راديكالية إسلامية بعضهم وضعت المراحبة بعضهم إحيل على هذا البروجرام اللي اسمه بريفينت أو يعني عادة تأهيلهم مدنيا بعيد عن الأفكار راديكالية وثبت فشل فطبعا لابد من إجراء تحقيق وأعتقد أن كثير من النواب ستطلبون في البرلمان بإجراء تحقيق بعد وهنا أنتقل معك إلى هل يشكل هذا الأمر ربما صدمة لكافة الأجهزة الأمنية ومستوياتها وأيضا كيف تنعكس هذه الصدمة على المستوى السياسي والخطط المستقبلية لمكافحة الإرهاب هذا الإرهاب هو إرهاب ناشئ هنا الشخص شاب ناشئ وتعلم في بريطانيا يعني هو يسكن على بعد بعد ميل مني هنا في منتقة ما كنت اشتاون ومتعلم معنى هذا أن مسألة الراديكالية مسألة أن هم يعملوها نفسهم ومغسيل مخ نفسه يعملها نفسه هذه إشكالية حقيقية تعليمها ماذا لكن الأمر هنا لا يتعلق فقط بالتهديد الذي جاي من شاب من هذا النوع بل أن تقاعص أجهزة الأمن ويمكن حتى أنا مستعد أراهن خمسين أن أجهزة الأمن حوله لا ما عندنا إمكانيات كفاية زودنا الإمكانيات وزودنا الميزانية لكن بالفعل لابد من الكرات تحقيق لأن دي مش أول مرة خاصة اللموات الناس في مانشستر يكون موضوع تحت المواقبة يكون معروف اسمه ورغم ذلك ترتكط القريمة تحت سمع وبرص اللموات نعم رغم أن التحقيقات ما تزال جاري أو أستاذ عادل ولكن ما بدأ الثقة ربما بصدقية ما جاء على لسان المتهم كل ما تحدث عنه بأنه خطط ورقب ثلاثة نواب سابقا ربما كان يخطط لعملية ارهابية في البرلمان البريطاني ولكنه غير رأيها ووجد أنها غير ذات جدوى هل تحقيق أو تضليل التحقيق هنا من قبل المتهم وارد بشدة كما تعلم القانون البريطاني والقضاء لا يأخذ حتى بأعتراف حتى المتهم نفسه بأعتراف بالقريمة هذا لا يكفي لا تبد من الأدلة المادية البصمات شهادة الشهود تسكيلات ستهم لذلك جائز الشاب يكون مجنون أو يكون عنده خلل عقلي جائز لا ينتمي لتنظيم داعش جائز هو يتفاخر بهذا الأمر هو يقول من الأسباب التي قالها أن النائب صوت لتوقيع ضربات جوية للتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق كل النواب صوته وهو حتى كفرد في حاجة اسمها الويبس يعني هم مديروا أعمال الحزب ويوجهوا النواب الحزب لصوته ذات الحزبين الكبيرين العمال والمحافظين مجوون نواب أنهم يصرطوا بهذا التجاه يعني لم يكن خيار فردي له فجائز هو كمان في تعبير بالإنجليل يحاول يتفاخر يحاول يزود من أهمية نفسه أنه يعني حيدخل التاريخ كبطل لهم فكرهم هو كمجاهد إسلامي عمل حاجة مطولة بالنسبة للدولة الإسلامية كما تعلم بيطانيا مفاهاش طبعا حكم الإعدام فهم مش حيوعد كانوا بيحاول يدخل التاريخ من هذا الجامع طبعا سيكون في هناك شهادة الطبيب نفسي وحيكون أثناء التحقيق بالقضية نفسها وحيستمر عدة أيام طبعا سنعرف بقية النصري نعم بعد هذه العملية أستاذ عادل تصاعدت الدعوات ربما لحماية أكبر توفير حماية أكبر لأنواب والسياسيين عمليا هل هذا ممكن حماية أنواب والتضييق على لقاءاتهم ربما ببناخ بيهم كيف يؤثر مثل هذا أقراره على الديمقراطية البريطانية النواب يرفضون بذلك جزء من العملية الديمقراطية هي حاجة اسمها العيادة يعني إذا الطبيب ما بيعاود مرضاه فهنا العيادة هو طبعا ما بيعليكم شيء طببي هو بيعليكم كدكتور في الاقتصاد ودكتور في الاجتماع ودكتور في علم النفس ودكتور في التعليم وفي الأمور المادية يعني بيروح كل واحد بمشاكله بتاعة الدايرة وهنا نائب بالذات حتى مش مشهور قوي في السياسة على المستوى القومي ولا حتى المستوى العالمي أنه دائما بيهتم بالدايرة ومعظم عمل النواب يوم الجمعة والسبت وأحيانا لأحد أنهما استقبال أبناء الدايرة اللي جاي مع الشاكوى اللي بنته مش عجيزي يدخلوها المدرسة اللي مش عارف عالف حتى عدد كبير منهم من أبناء المؤاجرين عشان تديد الإقامة عشان حالة اللي والسياد يعني كلها عمليات إنسانية جزء من هذا اسمه مجلس العموم لأن العامة عموم الناس أي واحد ممكن يدخل ويقابل النائب بتاعه هو بس طبعا بعد عنده حالات الأمنية دلوقتي لازم تخش بتروح وتقابل النائب بتاعك لكن بيتمر بعملية تفتيش بتاع المطارات للأمن دلوقتي ارتبعت أصوات بتقول ده وهذا غير ممكن بتاعنك 650 نائب 650 دار فهما تحتاج أنت 3000 رجل بوليس نعم أشكرك أستاذ عادل نعم الأستاذ عادل درويش الكاتب الصحفي كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك إلى صحيفة ديلي تيليغراف التي نشرت تقريرا تحت عنوان وزراء الحكومة يفشلون في اعتماد مضخات الحرارة تقول الصحيفة إن أي من وزراء الحكومة لم يقم بتركيب مضخات الحرارة الحديثة التي تشجع الحكومة البريطانيين على استخدامها وتؤكد الصحيفة أنها تواصلت مع كل الوزراء أو مسؤولين في مكاتبهم تبين أنهم لم يشرعوا باستخدام هذه المضخات بدلا من الأجهزة القديمة المنتشرة في البلاد على نطاق واسع تعد المضخات الحرارية وسيلة صديقة للبيئة لتدفئة المنازل وقد عرضت الحكومة على السكان مساعدة مادية تصل إلى خمسة ألاف جنيه استرليني لدعم استخدام هذه المضخات التي تتسق مع خطط بريطانيا البيئية المترجمات من المترجمات المترجمات من المترجمات يمكن أن أرخبotle المترجمات من المترجمات الحكومة في التصور المترجمات من المترجمات البتحpromended